استعداداً لفصل الشتاء باشرت بلدية المفرق بتنفيذ خطتها لتنظيف العبارات ومجاري الأودية رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتور هاني الشورى أكد أن كوادر البلدية تعمل على تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء من خلال تفقد كافة المناطق التي قد تشكل خطورة على المواطنين موضحاً أن الخطة ستبقى فعالة طيلة الموسم المطري تعمل البلدية المفرق بكافة كوادرها على تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء ومنذ فترة طويلة قامت حقيقة كوادر البلدية بتفقد وصيانة كافة المواقع التي تشكل نقاط ضعف كما تشكل خطورة على حياة المواطنين ومتلكاتهم تجهيز فريق كامل من العمال ومن الآليات والتأكيد على سلامتها بمعالجة العبرات الصندوقية الموبية والوديان التي نواجه فيها المخاطر وتم هناك معالجة المناهل للتصريف المياه الصرف الصحي ترجمة نانسي قنقر